مكين المرأة الفلسطينية في المخيمات والحفاظ على الهوية الفلسطينية إحياء التراث الفلسطيني دعم أهلنا في فلسطين بأشكال متعددة هذا ما يسعى إليه مركز التراث الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان واليوم المفتوح هو الهدف من إقامته والتعريف بالمنتجات الخاصة بالمركز من أثواب ومطرزات ومشغولات تراثية والمأكولات الشعبية التي ينتجها المركز وذلك بدعوة أكبر عدد من الزائرين للتعرف عليها ودعم استمراريتها إحنا عرفاناً بالما تقوم فيه السيد الفلسطيني ودعم لها أصلاً أسس مركزنا لدعم التراث وتمكين العائلة والأسرة الفلسطينية سواء بالشتات أو داخل فلسطين وهذا اليوم نقدم لهم الشكر على اللي بقوموا فيه على صمودهم فإحنا كابل المركز نحتفل بموظفاتنا نحتفل بعضواتنا فبنقوم بهذا اليوم بيجوا عنا أصدقاء وزبائن المركز بيطلعوا على التراث حتى هدفنا زي ما بتعرفوا الحفظ والنشر للتراث هذا التراث كله اشتغلته السيد الفلسطينية فإلها حق علينا أن نكرمها بهذا اليوم فبقولهم كل عام وهم بخير التراث اللي إحنا عرضينه هلأ ومنعتز فيه كفلسطينيات عنا كذا مشروع بالمركز نقوم به مثل المطبخ الانتاجي من بيع من نعمل الأكلات التراثية المشهورة وبرضه مشان نثبت إنه هاي أكلات فلسطينية يعني منها زعتر الفلاحي وبراء العناب وأغلب الأكلات الفلسطينية وكذلك فيه لجان لجان تدعم الطالب الفلسطيني وتدعم العائلات برده بداخل فلسطين وبالأردن برده يحرس المركز على إحضار أحدث الإصدارات عن القضية الفلسطينية والتراث والمرأة الفلسطينية من كافة كتاب العالم ويركز على فلسطين تاريخيا وجدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال كما يبرز التاريخ والجانب الإنساني للقضية الفلسطينية في يوم المرأة العالمي يؤكد مركز التراث الفلسطيني في عمان خلال اليوم المفتوح الذي أقامه على دور المرأة الفلسطينية وتعزيز طاقتها في كافة المجالات كل عام أو المرأة الفلسطينية بألف خير سندس أحمد تلفزيون فلسطين مركز التراث الفلسطيني